بالنسبة للطالبة بشرى كان مي موجودة معنا مادة كاثب الافراض في استخدام الانترنت وبعض متغيرات الشخصية لدى طلاب الجامعة اجت طيب بشرى في كتب الشي بشرى تسمعيني ايه دكتور هلا عم بسمعك هلا افتت على الرابط يلا توكل على الرابط يلا سواني بس اه اه ابلش من المقدمة اوه طيب تمام اه ان تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وفي مقدمتها شبكة الانترنت قد فتحت عصرا جديدا من عصور الاتصال والتفاعل بين البشر والتي تعد من اعظم الانجازات في الوقت الحاضر لما تقدمه من معلومات كثيرة وسرعة كبيرة في الوصول للمعلومات وما تقابله من زيادة في عدد مستخدمي الانترنت ان عالم تقنية المعلومات ابداع وتيسير للحياة وقدرة على اختراق عوالمها لكنه بنفس الوقت معاناة لها اثارها السلبية من الناحية الجسمية والنفسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن نحن بشكل عام عندنا أفراط في استخدام الأنترنت بشكل عام ولكن يمكن أن يكون هذا الأفراط بعدة جوالب منها ممكن أن يكون في الشيء الإيجابي ممكن أن يكون في الشيء السلبي وهذا شيء طبيعي وموجود يعني ما فينا نساوم عليه إن عالم التقنية التكنولوجية تكلمت عن هذا الأفراط كمقدمة مشكلة البحث تقول لقد أصبحت الكيبيوتر والإنترنت من المؤثرات بالغة الأهمية في حياة البشر في حياة البشر في العصر الحجز وخصوصا المراهقين وطلاب الجامعات وهم يستخدمونها تحت تعديد دوافع متباينة لتحديد أغراض متعددة ولما هو أبعد من الحصول على المعلومات والمعارف يعني قصدها أنه في هذا الموضوع أنه ممكن أن يكون الاستخدام في الجانب السلبي استخدام في الجانب السلبي اليوم مثلا على سبيل المثال حول الألعاب حول موضوع الألعاب الألعاب هذا اللي نزل أنا بعرف أنه في قصص كانوا بيشتروا من الإنترنت يشتروا مدرشو كرمال يدعموها يكان في لعبة يمكن اسمها القرية مدرشو اسمها ولا بوبجي ولا شو بيشتروا شغلات من الإنترنت كرمال وهذا اللي يقول لك عندي حساب صاروا له سنة سنتين بدك تشتريها بيعكية وإلى آخره فهذا استخدامها في الجوانب غير مفيدة استخدامها في الجوانب غير مفيدة فنحن نتكلم أقول لك هم والموقع التوصي أجتماعي في وئد كبير والله أنا لم أرى فوائد غير الموقع التوصي أجتماعي يعني ليوم الموقع التوصي أجتماعي إلها فوائد من الناحية تفضلي بشره فوقت كثيرة. يعني اليوم انت ممكن تتعرف على شخص عن طريقة الفيسبوك عن شخص ممكن انت قلت. مع الدكتور. عفوان النت عندي سيئ جدا. وليهمك. طيب كم لي مع علاقة الافراد باستخدام الانترنت? تمام. ام. احبلش من مشكلة البحث اصبح الكمبيوتر والانترنت للمؤثرات بالغة الاهمية في حياة البشر في العصر الحديث خصوصا المراهقين وطلاب الجامعات وهم يستخدمونهما تحت تأثير دوافع متباينة لتحقيق اغراض متعددة. ولما هو ابعد من الحصول على المعلومات والمعارف وتعادل شبكة الانترنت في غاية الاهمية. ذان. طابع اجتماعي أحدث تغييرات كبيرة في حياتنا اليومية ومن المعلوم أن استخدام عارض مع أنشطة الحياة اليومية والقيام بأعبائها إن المشكلة لا تكمن في شبكة الأنترنت بل في الأنشطة والمجالات التي يمكن الوصول إليها عبر الأنترنت والوقت الطويل الذي يمضيه الشخص مستخدم للأنترنت ومن هنا ظهر النوع الجديد من الاضطرابات لم يكن معروفا قبل التسعينيات في القرن الماضي اختلف الباحثون حول المصطلح ويعبر عن الإفراط في استخدام الأنترنت فاعتبره بعض الباحثين إدماناً للأنترنت إن لمواقع التواصل الاجتماعي فوائد كبيرة ولا يخفى على أحد من هذه الفوائد كسهولة الحصول على البيانات واكتشاف عوالم بعيدة ومختلفة وتسهيل الصعب والتواصل مع الأقرباء بشكل دائم وتعلم مهارات جديدة لكن عندما تزيد عدد الساعات التي يقضيها الفرد على وسائل التواصل دون الاهتمام بالواجبات الحياتية الأخرى تصبح مشكلة وانتشر هذا الأمر بشكل لافت عن سؤال الدراسة بما يلي ما على تغير العمر أهداف الدراسة التعرف على العلاقة بين الإفراط في استخدام الأنترنت وبعض متغيرات الشخصية لدى طلاب الجامعة التعرف على واقع تأثير الإفراط في استخدام الأنترنت لدى أفراد العيني التعرف على الفروق في الإفراط في استخدام الأنترنت تبع لمتغيري الجنس والعمر أهمية الدراسة من أهمية الفئة المستهدفة فطلاب الجامعة هم صانعوا مستقبل المجتمعات وعليهم يعولوا نهوض بالأمة أيضا من أهسيمة التي من الممكن أن يتركها هذا الإفراط على الشباب من الناس الدراسة في تزويد القائمين على رعاية الطلاب بالمعلومات الكثيرة لتساعدهم على تبني برامج إرشادية ملائمة تساعد في خفض حدة الإفراط في استخدام الإنترنت دراسات السابقة حددت فقط دراسة واحدة دراسة السيد 2009 بعنوان الإفراط في استخدام الإنترنت وبعض من تغيرات الشخصية لدى طلاب الجامعة المصريين والسعوديين الإطار النظري أولا بدأت بنشأة وسائل التواصل الاجتماعي حيث ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى التفاعل بين بعض زملاء الدراسة وأول موقع للتواصل الاجتماعي لطلاب المدارس الأمريكية ظهر عام 1995 وهو موقع classmates.com هذا الموقع قسم المجتمع الأمريكي إلى ولايات وقسم كل ولاية إلى مناطق وقسم كل منطقة لعدة مدارس وجميعها تشترك في هذا الموقع ويمكن للفرد البحث في هذا التقسيم حول المدرسة التي ينتسب إليها ويجد زملائه وتبع ذلك محاولة ناجحة لموقع التواصل الاجتماعي آخر وكان ذلك في خريف عام 1997 وركز هذلك الموقع على الروابط المباشرة بين الأشخاص بغض النظر عن انتماءاتهم العلمية أو العرقية أو دينية وكان ذلك بداية للانفتاح على عالم التواصل الاجتماعي بدون حدود طبعاً هنا أنا ما لقيت اسم بالبحث اسم باحث نهائياً يعني دورت بكل البحث ما لقيت له اسم هل هو إدمان هل هو إدمان للإنترنت أم أنه إفراط في استخدام الإنترنت يتضح من الاتجاهات الخاصة باستخدام الإنترنت أن هناك دراسات كثيرة خاصة بالعلاقة بين الاستخدام المفرط للإنترنت والآثار الصحية النفسية الاجتماعية وما يترتب عليه من آثار سلبية على الفرد في البيت والعمل والحياة بشكل عام وهناك من يستخدم ويصف الإنترنت بأنه إدمان أو أنه إدمان للإنترنت أو أنه إدمان الاتصالات بواسط الحاسوب أو هوس الإنترنت أو أنه إدمان الحاسب الآلي أو هو نوع من الاستخدام المرضي للإنترنت والذي يخلق مناخ يتسم بوجود صعوبات في الجانب الاجتماعي والنفسي والمدرسي وأيضاً في العمل وعلى حياة الكفرد بشكل عام وأشارت الدراسات إلى أن إدمان الانترنت مرتبط ببعض متغيرات الشخصية مثل الاكتئاب والعزل الاجتماعية ونتائج مرتبطة بالعمل وأوضحت دراستي كانتبل 1998 وكراوت وآخرون 1998 أن إدمان الانترنت يستلزم اعتماداً نفسياً على الانترنت والذي يشتمل على استثمار متزايد من المصادر على نشاطات متعلقة بالانترنت مشاعر غير سارة على ذلك القلق الاكتئاب الوحدة عندما يكون غير متصل بالانترنت انترنت إن كان المشاكلات السلوكية إدمان الانترنت وشير مفهوم الإدمان إلى الإدمان الفيزيولوجي بين الشخص ومنبه معين عادةً مادة نفسية لهذا السبب لا يستخدم الدليل للتشخيص الاترابات النفسية دي اس ام مصطلحي للمنبه فلا يصف القمار القهري بأنه إدماناً بل يستخدم مصطلح الاعتماد في حالة المواد النفسية ومصطلح المرض في حالة الاترابات المضطربة بالقمار وعلى ذلك يمكن أن يطلق على مجموعة الأعراض المميزة للاستخدام المفرط للانترنت اسم الاستخدام المرضي ويختلف هودن مع سابقه في أن مختلف أشكال الاعتماد على المواد النفسية وصور القهر الأخرى تنطوي على جوانب مشتركة مما دعا هودن إلى إطلاق مصطلح السلوك الإدماني على الاستخدام المفرط للانترنت وبالرغم من شيوع هذه الظاهرة وانتشارها فقد تبينت آراء الباحثين في تسميتها حيث أطلق عليها البعض الاعتماد على الانترنت وأطلق عليها فريق من الباحثين الاستخدام المشكل للانترنت الاستخدام المرضي للكمبيوتر واستخدام واضطراب إدمان الانترنت ويرجع التعدد المصطلحات في هذا المجال إلى حداثته في البحث السايكولوجي وأن مفهوم إدمان الانترنت لم ينضج بعد وما ذال في مرحلة التكوين والنضج أما إدمان الانترنت وإن كان لا يتطابق تماما مع إدمان المخدرات فإنه أقرب ما يكون إلى الإدمان فكلاهما إدمان الانترنت وإدمان المخدرات يعبنا عن تجربة ذاتية متشابهة يجمع بينهما تغير المزاج والانسحاب الاجتماعي والشعور بالضيق والكدر وغالبا ما تحدث تلك الأعراض عند التوقف عن استخدام الانترنت ومن ثم تحدث انتكاسات متعددة مع تزايد السلوك القهري ويفرق هود وآخرون بين الاستخدام المفرط الطوعي للانترنت بدون مبارر منطق ومن يستخدمه بإفراط بطبيعة عمله التي تحتاج الانترنت أما الحالي ثانية فهي بعيدة عن هذا التصنيف عرف جلال والصالحين الإفراط في استخدام أكبر وقت ممكن أمام الانترنت وهو نوع من الباحث عرف بأنه اعتماد الطالب على سلوك لا يمكنه مطلقاً التوقف عنه وعرفه حسام عازب 2003 بأنه متلازمة الاعتماد النفسي المداومي على ممارسة التعامل مع شبكة الانترنت لفترات طويلة أو متزايدة دون ضرورة مهنية وأكاديمية بل على حساب هذه الضرورات طبعاً في دراسة ذكرت أنه متل ما فيه آثار سلبية لإدمان الانترنت كمان فيه آثار إيجابية لإدمان الانترنت أكيداً الانترنت سلاح ذو حدين نعم المعدل هائلي في معدلات استخدام نعم دكتور قل لك الانترنت هو عبارة عن سلاح ذو حدين يعني فيك تستخدمي بالجانب اللي بدك إيجاب نعم طبعاً لحد الآن كان تقريباً كله سلبي لكن هون في بعض الدراسات ذكرت أنه فيه تغيرات إيجابية للانترنت ممكن أكيد أكيد هي تبدأ بثقافة المجتمع أن هناك جملة من الآثار السلبية لإستخدام الانترنت منها العزلة والبعد عن الحياة الواقعية وانخفاض سرعة النوم وما يترتب عليه من الإجهاد والتوتر وفقدان الشهية وانخفاض في معدل الطعام والاكتئاب والشعور بالوحدة النفسية وانخفاض تقدير الذات ونقص الكفاءة الذاتية وتضييع الواجبات وانقطاع عن الدراسة وانخفاض القدرة على تحمل الأعباء الأسرية وتأثير سلبي على العلاقات الاجتماعية وشيوع الأفكار الامتحارية والاكتئاب ثم الخجل والرهاب الاجتماعي لكن في الآوين الأخيرة أظهرت بعض الدراسات أن استخدام الانترنت إيجابيا على حياتهم النفسية فأظهرت نتائج بعض الدراسات أن استخدام الانترنت عموما والإفراط فيه خصوصا حتى ولو كان بغير سبب موضوعي يعزز فرص التواصل مع الأقران بما يعكس إيجابيا على تعزيز الشعور بالثقة بالنفس بل إن استخدام الانترنت له علاقة بانخفاض معدل الاكتئاب إذ إن استخدام الانترنت يسهم في تكوين علاقات جديدة ويوفر دعم اجتماعي للأفراد يسهم فيه حل ذاتي لكثير من مشاكلهم كما يكسبهم تدريبا على المهارات الاجتماعية التي هي من أهم طالب مرحلة المراهقة بل إن التراسل عبر الانترنت يسهم في توفير بديل مناسب يشبع رغبات المراهقين في التفاعل الاجتماعي أسهمت المدينة الحديثة وظروف الحياة في تخفيض عدد مرات التقاء أفراد الأسرة وجها لوجها مما يؤدي إلى تخفيض الاكتئاب والقلق الاجتماعي لذلك اعتبر التواصل عبر الانترنت أحد المداخل العلاجية الواعدة لعلاج الخجل من خلال ما يوفره من عوالم افتراضية بعيدا عن محاصرة الشخص الخجول من قبل المحيطين به الذين يتفحصون وجهه وملامحه يضاف إلى ذلك عدم الكشف عن الأسماء الحقيقية وانخفاض مشاعر الإشفاق من الرفض والصد من قبل الطرف الآخر مما يحد من مشاعر الخجل وبمرور الوقت سوف يقل شعوره بالكثير من الاضطرابات ومنها الوحدة النفسية بل إنه بعد مرور عدة سنوات عليها تبير الآثار السلبية لاستخدام الانترنت وأن الوحدة النفسية قد تلاشت بل أكثر من ذلك في المستويات العليا من استخدام الانترنت كلها ارتباطات موجبة مع الأنشطة الاجتماعية وربما كان السبب وراء هذا التغيير في قناعة الباحثين نحو شبكة الانترنت هو الطبيعة المتغيرة لها وتزايد أعداد مستخدميها وسهولة الوصول إليها وتزايد قدرات المستخدمين على تحمل تكاليفها مضافة إلى ذلك حجم الإنجاز الذي توخره في معظم قطاعات ومجالات الحياة ولذا فإن التنقض بين نتائج الدراسات وقناعة الباحثين هو السمة السائدة فيما يتعلق بالآثار الناتجة عن استخدام الانترنت أو ما يعرف باضطراب إدمان الانترنت طبعا في اتجاهات وفي تفسيرات للاستخدام المفرد الانترنت عن التفسير السلوكي لا أعرف هذا التفسير نعم دكتور أنزل إلى تحت والله أنزل لعند المحترحات والتوصيات أعطيك العافية مشتابة شغلهم في فقرة دكتور الأفراد في استخدام الانترنت وعلاقتها ببعض المتغيرات هم في طلعت على كزا دراسة سابقة مثلا في دراسة هون ربطت بين الإفراد في استخدام الانترنت والأرق كل دراسة حطت النتائج تبعي تهاي الدراسة التاني الإفراد في استخدام الانترنت وعلاقتها بالوحدة النفسية طبعا هم توصلت لوجود علاقة بينهما وفي دراسات ذكرت وجود علاقة ارتباطية موجبة بين كل من إدمان الانترنت والشعور بالوحدة النفسية وأنه لا توجد فروق بين الذكور والإناس على مقياس إدمان الانترنت وفي دراسات وافقتها كدراسة الصبيحي والموسى كذلك في دراسة ذكرت أو تناولت الإفراد في استخدام الانترنت وعلاقتها ببعض متغيرات شخصية كتقدير الذات الاضطراب النفسي بسواس القهر والأرقة تدين الحياة الطيبة براوة لك بس في عندك حلول علاجية لحالة الإدمان على الانترنت ممكن تخيلنا آه تمام طبعا حلول علاجية لحالة الإدمان على الانترنت اقترح يونج 1996 عدد من الاستراتيجيات السلوكية على ألا يكون الاقتناع كليا واقترح سبع نقاط للعلاج أولا ممارسة العكس ويتطلب تحديد ممط استخدام الفرد للانترنت ثم محاولة تكثر هذا الروتين آآ أو آآ عن طريق تقديم أنشطة محايدة ومعتدلة وكذلك عمل جدول آآ مخفض وإعادة تنظيم وقت الاستعمال الزائد على الانترنت آآ ثانيا وضع أهداف مسبقة من المفيد جدا وضع مخطط مسبق لجميع أيام الأسبوع بحيث يحدد بوضوح كم عدد الساعات المخصصة لاستخدام الانترنت بطاقات للتذكرة ينصح الفرد بكتابة الآثار السلبية الناتجة عن الإفراد في استخدام الانترنت على بطاقات كمشاكل في العمل مثلا وكتابة فوائد الحد من استخدام الانترنت آآ استخدام ساعات التوقف آآ بتساعد هذه المنبهات في تذكير الفرد بموعد انتهاء وقت استخدام الانترنت عمل قائمة شخصية عادة ما يهم المدمن للانترنت جوانب كثيرة من حياته نظرا لقضاء أوقات طويلة على الانترنت فوضع قائمة لهذه الأنشطة والاهتمامات المهمة ليساعد على إحيائها مرة أخرى آآ الارتباطات الخارجية واستخدام الأشياء الملموسة وقت العمل الاجتماع الرئيسي ويحتاج المدمن إلى إيجاد بدائل البعد أو الانقطاع عن الانترنت ويتم تنظيم المجموعات دعم مضبوطة للمدمنين لمحاولة نقص أو تقليل اعتمادهم على الانترنت العلاج العائلي يتم وضع برامج علاجية للمدمنين الذين تأثرت علاقاتهم العائلية والزوجية سلبيا بسبب إدمان الانترنت ويتم التركيز في البرنامج العلاجي على الاعتدال والتحكم في الاستخدام هذه آخر فكرة كانت في البحث الصوت واضح دكتور ايه الصوت واضح كم آخر فكرة بعد حط المراجع انتهت هيك البحث تمام الله تك العافية ما قصرتي والله إزاك ألف خير على الشغول والله شغول مرتب الله تك العافية تمام بشرة آآ مع ساختي تمام شباب منو ظل عندنا ما قدم اللي قدمه محمد نور قدم ويصال عتنان حريم سلام مصطفى منال نجلى بشرة هذول أقدمه منو ظل عندنا ما قدم في أحد معانا حاليا موجود وما قدم كرمال نعرف لأنه المجموعة ما عفكم أحد فيها دور عشر طلاب نحن السنة الرابعة عشر طلاب واه ثلاث فاربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عاليا تسعة دولار دور عشر طلاب اترقل دور عشر طلاب نو ظل عندنا تسعة عاليا ات منزل نقش روما موجودة منك أسامة منه أسامة؟ أسامة حنفي واحد اثنين ثلاثة أسامة منه أسامة؟ يا دكتور أسامة هذا طالب سجل بداية السنة وما حضر ولا محضرة طيب أسامة نور منه محمد نور أيه تمام بشرة حرف النون مين؟ حرف النون حط طفل صغير وبنك كن بلسما ولا ما فلسما نايسي على كل حال ما في مشكلة مسجلين اللي عندي خير أنت دكتور عم تحكي عم تقرأ الواتس دكتور قم بسمه أنا نجلاء نجلاء تمام وفي شخص حاط حرف النون وحاط الطفل صغير وبنك نايسة خلاص اللي عندي سجلتهم على كل حال نشوفهن أسبوع القادم إذا بي حدا بدي يقدم ولا لا خير إن شاء الله شباب صبايا نلتغل أسبوع القادم بإذن الله يصعد مساك دكتور يا هلا دكتور هلا نحن بجاية الأمر وين ما وصلنا بالضبط دكتور الأسبوع الماضي كنا عم ننقش حلقات بحث هو بار بس أنا إذا أتكلم عن الكتاب وين وصلنا بس سووني هلا يمكن وصلنا الله العليم ينذكر إن المهارات الأساسية لا الفصل الرابع هاي أخذناها آه أخذناها دكتور دواني بس أشوف الفصل السادس الفصل الخامس الفصل الخامس رح نترغل هذا الموضوع حاليا راح أنا أشوف اليومين آه بيشوف إلا أنتو شو رأيكم بدكم اختبار مذاكرة أو إلا نكلفكم بعمل ثاني غير الاختبار هلا هو أنا بالنسبة لك دي الاختبار أفضل يعني كنت تدرسوا شوية آه يا دكتور صار هيك كتير صعب علينا مذاكرات وحلقات بحث بكرة أمتحان فصلي يعني صراحة كتير كتير صار ضغط علينا وفي عنا واجبات عم ناخد واجبات كتير عم ناخد كمان هلا نحن ما راح يكون عندك اختبار هذا خلص راح يكون حلقة البحث وراح تكون في مذاكرة بس بس هيك إذا بس هيك الأمور بسيطة بس نحن خبرونا راح يكون في مذاكرة وانتحان فصلي هذا فيه هو حسب التقسيمات اللي حطينها أنه مثل ما تفضلتين ولكن هذا الفصل احنا حكيت معهم قالوا لهذا الفصل ما راح يكون راح يكون خلص الدكتور بيت مثلا حلقة بحث ومذاكرة وخالص تمام دكتور دكتور لعني صرنا مطالبين بثمين حلقات يعني ثمين مواد ثمين حلقات وثمين مذاكرات ثمين امتحانات يعني عن جد مرطة كبيرة من عدل واجبات دكتور إذا هيك الأمور ان شاء الله بسيطة لا لكل حال أنا راح شوف راح أخكي معاهم واليوم بكرة بلكي نحصل على جواب هذه نعمم على عد كثرة ان شاء الله بالجروب دكتور الله يجزيك الخير الله هيك يريح بالك يا رب ريحنا يعني ان شاء الله ان شاء الله ملكي ان شاء الله لو مرافق كان في هبري مو معانا بري نعم دكتور في واحد اسمه بري لا ما عنا عنا مصطفى وعدنان ومحمد محمد نور معقول هو بحث اللي ماذا جل بدي اعرض اليوم مسايمة ده لا الكذب عند الاطفال الكذب عند الاطفال لان شاء الله طيب هاي شو الوافق اصاب شي طيب نيسي طيب خير ان شاء الله ملكي طيب شباب احنا صبايا نبدأ الفصل السادس هي المهارات الاساسية والمتوسطة والحرص على ان يكون لكل فرد المهارات الرغمية اللازمة للنجاح في العمل والحياة يعني هذا من خلال العنوان احنا نستنتج انه اليوم بغض النظر اليوم الشهادة بمعنى ان الشهادة وحدها غير كافية وهذا امر مفروض يعني الشهادة بدون مهارات على الورد بدون مهارات على الايميل بدون مهارات على الزوم احنا نتكلم بشكل عام كيفية استخدامك للالترنت اليوم على سبيل المثال اذا بدك ترسل اذا بدك تنسخ سي في او تعمل سي في لازم يتكون انت على اطلاع بهذا الموضوع اه كيفية انك تعرف سي تنسخ كيف تنسخ سي فيه تعمله كيفية استخدامك لجوجول درايف كيفية استخدامك لمثلا لتقنية التعليم الذكاء الاصطناعي فهذا من خلال احنا اليوم وقتي يكتب بالسي في المهارات شنن المهارات مثلا اتقن الاستخدام على الحاسوب اتقن الاستخدام على برامج كذا برامج كذا برامج اوفيس برامج كذا فهاي هي تعتبر جزء من المهارات الرقمية تعتبر جزء من المهارات الرقمية واليوم نحنا خلينا نتكلم مثلا يجي طالب مثلا خريت جامعي متقدم على وظيفة المهار فيقول لك انا خريت جامعي معي شهادة ICDL في الحاسوب عندي قدرة بالإثقان على كذا عندي القدرة بالإثقان على كذا على كذا يجيك واحد مثلا معاه شهادة ماجستير او معاه شهادة دكتورة مثلا تمام شهادة ماجستير او شهادة دكتورة ولكن ما عنده القدرة على مثلا على استخدام مثلا برامج الزوم برنامج الميتينج برامج مثلا الاس بي اس اس او احدى البرامج اللي تخدم او الايميل او حتى التنسيق على الورد تنسيق على الورد الضروري كيفية كتابتك على الورد الضروري يعني اليوم ليس بمجرد انك تكتب تنسخ تنسخ لازم انت تعرف اي عمل مطلوب منك الو بنوده الو شروطه الو مطلباته الو مسمياته فانت على اساسها بدك تتحدد وتختار يعني على سبيل المثال اليوم انا مطلوب مني نصور لمجلة ما لكل مجلة الها برامجها لكل مجلة الها وخططها وبنودها وشروطها فاني بالنسبة الي اطلع على شروط المجلة شو بدأ مثلا المجلة تطلب مثلا المجلة تطلب مثلا عجم الخط 14 والتباعد بين السطور 1.15 بينما مجلات اخرى تطلب 1.5 مثلا اول خط اول سطر بالصفحة يكون داخل لجوة بما يقارب 1 سانتي بما يقارب 1 سانتي بشرة تسمعيني بشرة تمام ها فنحن لازم يكون عندنا القدرة على امتلاك المهارة الرقمية من اجل ان نقوم ب يعني ممكن ان نحصل على وظائف ممكن ان نرتق على وظائف مثلا على سبيل المثال قبل الاحداث كان منا خريج جامعي ولكن عندما يتقدم شخص مثلا عنده شهادة ICDL والتي هي قيادة الحاسوب كان له الافضلية كان له الافضلية حتى نحن اذا بدك تترقى بعمل ما يجب ان يكون عندك شهادات خبرة في مجال مثلا في مجال الحوسبة في مجال الندوات في مجال الاخر فلعنى اليوم بهذا العصر وبهذا الوقت ملزمين ومجبرين على مثل ما مجبر على اتقان شهادة الشهادة الجامعية فانت مجبر على تطوير مهارتك الرقمية شوفوا شباب صبايع انا اتفاجأت مثلا في كثير من الصبايع والشباب من اللي يكتب على حلقة البحث على ايده ومن اللي بيكتبها على طريق الموبايل يكتب يكتب بنزل الورد على الموبايل ويكتب فانا اتفاجأ مثلا بشوف صفحات الكتاب صفحات الحلقة البحث الصطر فايد الصطر طالع صفحات ولكن اتفاجأ انه اسألوا انه كيف كتبته ويكتبته على طريق الموبايل فهذا بالنسبة لي يعني انا اتكلم انا كشخص هذا انجاز عظيم هذا انجاز عظيم انك تكتب حلقة بحث مما يغرب هلا اشوفوا احنا بغض النظر ممكن احنا نستخدم الموبايل ونكتب رسائل على الواتس مثلا يوميا يجوز عشر صفحات ولكن هذا لكن هذا انت اليوم اكثر نا حتى موضوع الرسائل الكتابية ما ظلوا مزاج عليها فيفضل صار يبعى الصوت انه تمام كذا كذا حتى ملا ما الو مزاج يكتب فنحن نتكلم من هذا المبدع على تقنية الوسائل فيعني انت شوف انت كشخص انت كشخص لازم تسعى لتطوير نفسك تحت ما هو مطلوب وما هو غير مطلوب ليس بالضروري ان يكون مطلوب كل شيء حتى اعمله لا في اشياء مي مطلوبة منك فلازم تشتغلها لازم تشتغلها من اجل انك من مبدع انك تطور نفسك من اجل انك تطور نفسك هلازم الانسان يشتغل بشرة سمعانتني بشرة اه دكتور تفضل الله يزيد تفضلك بشرة انت قدمت شيء ولا لا بحث لا لسه ما قدمت بعتلك اياه على الخاص تمام خالص تعرضيني اي ان شاء الله جاهزي اطيني شير على الواتسك وستعرف رغبك انا شارك الملف من عندي لا 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 بس اطيني على الواتساب رسالة لانه ما عرف رغبك اه تمام يم احطيك القسم الثاني تشغل فنحن بحاجة لهاي المواضيع نحن بحاجة الى هاي المواضيع يعني انت ما ليس بالضرورة ان تكون انت شيء مطلوب منك تتشتغل لا حاول انك تطور نفسك نفسك حاول انك تطور نفسك نفسك ثانيا انا في ادنى تحديات لكل هاي المواضيع التوسع والاستدامة المدربون والمؤهلون القدرة على تحميل تكاليف التدريب تمام اه فنحن نتكلم عن هذا الموضوع يعني نشوف اليوم نحن احتر اول كان يقال اول كان يقال اول كان يقال انه مثلا اليوم اذا بدك تخذها لعملية تدريب ان تحتاج الى مصاريف تحتاج الى ذهاب ورياب تحتاج الى طيال العمل تحتاج الى كل هاي الامور ولكن اليوم اي عمل الكمدك تتعلم لغة انجليزية الكمدك تتعلم مهارة الحاسوب الكمدك تتعلم كل هاي الامور فهي لا تحتاج منك شيء تحتاج منك انك تتفرق حالك يوميا هاي طلعت فصل من هندي طيب طيب شوفوا القدرة على تحمل التكاليف قديما كان كان يطلب منك القدرة على انك تتحمل التكاليف الذهاب الهياب الى اخر حتى المشاريع اللي تبتع اذا ما يكون الها مصادر اا او اذا ما يكون الها خزينة اذا ما يكون الها خزينة ما فيها يعني يحطوا لها ميزانية وعلى اساس هاي الميزانية يبلشوا يشتغلوا هاي اول نقطة ثاني نقطة في عندنا المدربين الموحدة المدربين انتوا شوفوا اليوم نحنا نتكلم عن عالم كامل موجود امامك يعني اليوم نحنا مثلا على سبيل المثال انا بدي احضر درس للغة العربية يعني تكتب مثلا للفعل الماضي او للفعل المضارئ او الى اخره فانت تلاحظ انه مو يطلع لك مدرس واحد يطلع لك يجهز خمسين مدرس من افضل المدرسين يلي عندهم مهارة الشرح يلي عندهم قدرة بالاتقانية قدرة عالية في تبسيط المعلومة فنحنا نتكلم من هذا المبدأ انه يا اخي المدربين والمؤهلين والوائلة اخرى كلها موجودة امامك على الهاتف كلها موجودة امامك على الهاتف يعني ما تحتاج منك شيء الا انك تخصص جزء من وقتك لهذا الموضوع تخصص جزء من وقتك لهذا الموضوع ثانيا التكاليف والاكتكار حكينا عنها الفجوة بين الجنسين والفوارق في تنمية المعارات ادت استمرار الفجوات بين الجنسين وفيات العمر وفجوات الاخر وفي مهال استخدام تكنولوجيا ثم المعلومات والاتصال الى تقليل للفرص والمتاحة للنساء وغمية العاقب والمسنين وغيره من فيات السكن والتنمية ومعظم برامج التدريب شوفوا هنا شوفوا الفجوة في بعض الزملاء عم يطلبوا عنده ما في عدد؟ مين مين عم يطلب؟ ما في عدد اثنان؟ كلهم موجودين ما في عدد فنحن نتكلم عن هذا الموضوع مثلاً اليوم الفجوة فشوفوا نحن نتكلم والله في نساء مثلاً عدد قدرة على استخدام شواخ الشواخ موجود لازم شواخ الشواخ شواخ ماذا يطلب التصالبين شواخ؟ دكتور انا مستطفى بس اليميل شواخ شواخ تمام لانه في هذا عرف انه مضيوف عندي تمام فنحن نتكلم ان الفجوة ما بين الذكور والإناث هلا شوفوا نحن هو اللي اخذنا في دراسة سابقة يتكلم يقول لك انه الفرق بين الذكور والإناث انه الانثى ممكن انه تعمل تصرفين او تعمل شيئين في آن واحد اما الرجل لا ما فيه يعمل شيئين بآن واحد يعني المرأة ممكن انها تشتغل شغلتين مثلاً على سبيل المثال مثلاً تعمل على تطعيم مثلاً ابناء وبنفس الوقت تعمل على تنظيف المطبخ اما الرجل ما فيه يشتغل شغلتين ماذا فنحن القدرات متفاوتة ولكن هاي القدرات متفاوتة حسب الفرص المتاحة حسب ظروف العمل الظروف هي اللي ماتت تسمح للمرأة انها تدخل بمجال العمل بشكل قوي ولكن لا تقل إمكانية وقدرة على الرجل فيه نساء مبدعات فيه نساء عدهن إمكانية أكثر من الشباب بأضعاف مضاعفة ولكن العائق اللي عم يعيق هاي العملية هي الظروف المعيشية أو الظروف العائلية أو الظروف الاقتصادية اللي تحكم على خروج الرجل للعمل وبقاء المرأة في البيت من أجل الأولاد فهذه هي الظروف اللي هي عم تاخذ هذا المحور الذي تجعل من النساء فرص قليلة في مجال تطوير أنفسهم في مجال تطوير أنفسهم ولكن النساء من حيث القدرات العقلية لا تقل على الرجال ولكن حسب ما هو متاح الهم نجي على المنهج الناجحة النهج الناجحة شوفوا المقصوبي والنهج الناجحة هذا أنت التقنيات أو الثقافة الرقمية أو المعارات الرقمية هي موجودة سيف ذو حدين نحن نتكلم هي عبارة عن سيف ذو حدين كيف بدك تستخدمها استخدمها بدك تستخدمها بمجال الخير استخدمها في مجال الشر استخدمها ولكن هاي ترجعلك ولكن اليوم نحن كده ولن نتكلم كدولة مثلاً استخدم مهارة التقنيات الرقمية مثلاً في دمج في العملية التعليمية في العملية التعليمية وهذا شيء مفيد أو في اكتساب مهارات اكتساب خبرات تطوير الذات مثلاً اليوم أنا أعرف شخص تدرب على موضوع الـ البرنامج الإحصائي من انتلقاه نفسه عن طريق الانترنت واليوم هو لحاله وبنفسه بذاته عم يشتغل برامة يشتغل أبحاث لطلاب ماجستير وطلاب دكتورة يقوم يحلل لهم النتاج اللي حصلوها وبعد ما يحلله يفرغ البيانات ويعطيه تفسير والنتاج لهذا الموضوع مع العلم هو لا اختصاصه قياسه تقويم ولا اختصاصه إحصاء ولا 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 أبداً ولكن هو منه من حاله طور نفسه وفي ناس أعطيك مثلاً اليوم نستخدم المهارات الرقمية في مجال التعليم وهنا كاتبي لك والتدريس للمهارات الرقمية يعني هو هنا يخترح أنه يا أخي ليش ما بندخل مادة مادة من مواد الدراسة مادة دراسية نظامية للطلاب عن كيفية استخدام المهارات الرقمية وهذا شيء حلو هنا هو دعا يخترح لك أنه لازم ندخل ثقافة المهارات الرقمية كمادة مثلاً تعطيها هي شوف كمادة تعطيها مثلاً غير مادة الحاسوب الحاسوب هذا غير الحاسوب عم يعلمك كيف تستخدم الورد كيف تستخدم الألواق كيف تصنف جداول كذا هذا موضوع خارج عن نطاق موضوع الانترنت خارج عن نطاق موضوع الانترنت ولكن هنا يخترح يقول لك يا أخي لازم احنا نحط مناعج من الصف الرابع مثلاً أو الصف الثالث مبسطة حتى ما نوصل لمرحلة البكالورية يكون فيه عندنا منهج مادة يسمى الثقافة الرقمية الثقافة الرقمية من كيفية استخدامها وتعليم الطلاب على كيفية استخدامها بالجانب الإيجابي يعني اليوم شوف الطفل قبل الصف الأول عنده ثقافة الرقمية قبل الصف الأول وأمره أربع سنين عنده ثقافة الرقمية من فتح اليوتيوب من كل هاي الأمور يفتح لك اليوتيوب حتى برنامج يفوتلك على السوق بلاي يكتبلك يكتبلك أربع خمس أحرف بس صدفة يطلع لك مثلاً ألعاب من كان سيارات أو كان شي ثاني يكبس عليها يحمل اللعبة هاي ثقافة رقمية هاي عند الولد فإحنا ليش ما مثلاً تكون فيه مادة أو منهجية وواضحة تبدأ من الصف الثالث من الصف الأول يلي هو لأنه قبل ما يدخل الصف الأول عنده إياها بس إنه عم يستخدمها بشكل عشوائي فإحنا نقترح إنه مثلاً إنه ليش ما في تكون مادة اسمها الثقافة الرقمية وكيفية استخدام الثقافة الرقمية شوفوا لاحظوا هنا لاحظوا يقولك توسيع المهارات الرقمية الأساسية والمتوسطة والمتقدمة خارج المدارس ما أنت تعطيه تدخل مادة الثقافة الرقمية ضمن المدارس كمادة أنت ممكن أنت تستفيد منها برا أنا أعرف شخص مثلاً طالب هو كان يشتغل مثلاً بالساعة صف عاشر هو معنا كان يداوم نظامي معنا بعد الظهر عنده محل برمجية حواسيب ومع حواسيب وخواتف وإلى آخر طيب ما هذا هذا استفاد من هي ما كانت موجودة ولا اليوم موجودة الثقافة الرقمية كمنها ولكن هو طور نفسه بنفسه واعتمد على نفسه وأنشأ ثقافة رقمية لنفسه فهنا أقول لك التطور في المهارات يعني اليوم مثلاً المهارات الأساسية خلنا نأخذها مثلاً بالمرحلة الافتدائية المهارات المتوسطة بالمرحلة المتوسطة المهارات المتقدمة في المرحلة المتقدمة يعني المهارات المتقدمة في المرحلة الثانوية فبالتالي نحن نسعى أن نكون منها موحد على هذا الموضوع بكيفية استخدام الثقافة الرقمية بجميع جوانبها فيما يخدم المجتمع فيما يخدم المجتمع شوفوا نحن نتكلم عن هذا الموضوع اثنين تطوير هياك المستدامة ومعقولة التكلفة يعني هنا أنت بدك تطور هذا الموضوع ولكن ضمن ميزانية محددة أو ضمن تكاليف مثلاً لما يقول خليني على مبدأ خليني نشوف حاله على أساسها نشتغل على أساسها نشتغل اثنين متابعة التطورات متابعة التطورات والتقنيات يعني على سبيل المثال أنا أعرف شخص يعني متابعة التطورات والتقنيات مثلاً أنا أعرف شخص عنده لافتوب من الـ 2009 وهذا اللافتوب يعني هو يعني مشي أموره وعنده شغل مع العلم عنده شغل على الحاسوب وكذا ولكن مصر على هذا اللافتوب يا أخي طوره يا أخي بدله ما يبدله ليش ما يبدله هل هو مع العلم من الناحية المادية ما هو الشي المكلف تبديله يعني ولكن خلص الزلمة مصر أنه بدي يظل على هاي النقطة بدي يظل على هاي النقطة ما أنت دعا تشتغل أمورك طيبة وعلى الحاسوب وتروح وترجع لدرجة أنا مرة شفته حتى اللافتوب ما فيه بطارية رابطه على الكهرباء رابط مباشر طيب يا أخي إنت وصلت لمرحلة أمورك طيبة غير هالأمور هاي تابة لا مع العلم أنه الزلمة كحاسوب كهذا يشتغل عليه كثير وكذا أو أموره طيبة بس خلص وقف على هالنقطة هاي فأنت الارتقاء والتقدم بتطوير المهارات يعني مثلا اليوم اللابتوب اللي عنده ما ينزل برامج متطورة يعني إذا نزل برنامج الاس بي اس اس ممكن اللابتوب بدي نص ساعة يقلع أو ممكن شون بدي يقلع يطفي فاليوم أنت في برامج حديثة ما تنزل على اللابتوبات القديمة فيبالتالي يجب أن تطور نفسك على هذا الموضوع يجب أن تطور نفسك على هذا الموضوع وحاول أنك مثلا في برامج أساسية بالحياة يجب العمل عليها برامج أساسية في الحياة يجب العمل عليها وتطويرها وأتقانها بشكل جيد شوف استخدام البنية التحتية القائمة حلا نحن نرجع ونتكلم استخدام البنية التحتية هذا الشي بديهي اليوم نحن نتكلم عن ثقافة رقمية وما عدنا حواسيب بالمدرسة هذا حكي فاصل يعني اليوم أنت مثلا جاي تتكلم الولد أو الطفل بالمدرسة عن كيفية استخدام المناء الثقافة الرقمية في التعليم وإلى آخره بغض النظر عندنا المستويات ولكن أنت تفتقر عشد الافتقار للحاسوب تفتقر للإنترنت مثلا كل أربع عنا نذكر على أيامنا كنا كل ثلاثة أو أربع نقض على حاسوب والله اليوم نذكرها كل ثلاثة هذا الصف السابق كل ثلاثة أو أربع نقض على حاسوب وشغلتنا وعملتنا نكتب على هالورد اسمنا كل واحد يطول على اسمه خمس دقائق لبنى الماناك يسمه يعرف يكتبه مظبوط ويرود عادي كبر الخط ويرود الزقر ويرود يلونه هذا صف سابق اليوم الولد عم يكتب على الهاتف بشكل خارق يعني يتجاوزنا بعشرات المرة ولكن نحن بدنا نتكلم عنها المنهجية ونتكلم عن كيفية استخدام الثقافة الرقمية بس هل ترى عندنا سؤالنا الأساسي هل توجد لدينا ابونا تحتية تساعدنا على تطبيق هذا المفهوم؟ هذا هو السؤال الرئيسي الذي يمكن أن نطرح على أنفسنا هل عندنا إمكانية لتطبيق هذا الأسلوب؟ هل عندنا إمكانية هل عندنا إمكانية لمثلا إذا اضطر الأمر نأخذ الطلاب على المختبر مشروع اللهم يا عندنا الأنترنت على مستوى عالي على مستوى عالي يعني ساعدنا على كيفية استخدامه على سبيل المثال فكل هاي الأمور يجب أن تأخذ بالحسبة كل هاي الأمور يجب أن تأخذ بالحسبة الحسبة نشر الإبداع تكيف البرامج التلبية احتياجات المتغيرة تحتاج برامج التلبية لا تستقف الرغمية ليس المقتصر على الموضوع على مجال التعليم ليس المقتصر على مجال التعليم إنما الموضوع شامل الموضوع شامل كيف موضوع شامل؟ الموضوع شامل لكل مجالات من المؤسسات الخاصة حتى مثلا اليوم الصيدلية على مستوى على أقرب نثال الصيدلية بتشوفوا دخل أنا أدخل كل الأدوية على السيستم بعدما أنت بدك واحد يعرف يشتغل على السيستم هذه تدخل في مجال الثقافة الرقمية إنه اليوم دخل الموضوع دخل كل الأدوية عن طريق السيستم أي دواء يخرج لازم يخرج عن طريق السيستم وفي حال أي نقص يحاسب العامل مثلا يعمل بالصيدلية أو الدكان اليوم الدكان مثلا أو السوبرماركت أو المول أو كذا كله داخل عن طريق السيستم ما في قطع يعني اليوم السيستم كم قطع خرجت خرجت عشرة أنا كم قطع اشتريت اشتريت عشرين كم قطع خرجت خرجت عشرة معناته باقي عندي عشرة عرف تروح تعدل لازم عشرة أي عمل أي عمل هاي ضمن البرامج اللي إضافلت عليها برامج حديثة وكل القطع أصبحت لها باركودات وكود أنت فيك تشتغل عليه باركود وكود تشتغل عليه شوف قنوات التعليم الرسمية والغير رسمية اليوم في عندنا قنوات التعليم الرسمية والغير الرسمية الرسمية هي التي تتم داخل حجلة الصف أو داخل المدرسة أو داخل الحرام المدرسي أنت ممكن تطور على حالك من البيت ممكن تطع لدورات تدريبية ناشئة فكل هاي الأمور أنت ممكن تكسبها فاليوم إحنا كأشخاص وكمنطقة عايشين في منطقة نائية ومنطقة مليئة بالصراعات ومنطقة كذا ومنطقة تحتاج إلى كفاح سواء من الرجل أو سواء من الأنثى فنحن لازم يعني نحاول قدر المستطاع أن نطور من أنفسنا بغض النظر وعدم التحجج بالظروف الظروف إحنا فينا نتحجج بها ولكن ليس بالقدر اللي ممكن إحنا مثلا نقعد على الرصيف ونتعمل هاي مثلا أول ما رحنا على تركيا كانت فيه ناس تقول يقولون خلاص يا أخي اشتري عافش بيت بدوا يسكن وإلى آخر إذا رح أخذ مستعمل مثلا أسبوع عشر تيام تخلص ونرجع على أسبوع وخمسة عشر تيام نرجع على أسبوع عشر وخمسة عشر يوم نرجع وعلى هذا المنوع فمن التجنس وبترك حتى تركيا وطلعوا لسه على الأمور ماتها فموضوع أنه بكرة وبعد بكرة هذا موضوع سوليا اليوم أنت بهذا اليوم طور نفسك ولو تستفيد لك كلمةين ثلاث أحسن من موضوع ما حد يفيدك بالعكس طور يا ما في ناس تقول والله أنا كنت أعرفه هذا كان كذا واليوم أصبح كذا ليش لأنه تعب على نفسه وطور نفسه فنحن نرجع ونقول التعليم ممكن أن يكون رسميا وممكن أن يكون غير رسميا غير رسميا يعني يتم عن طريقه أما التعليم الرسمي معروف هو الذي يتم داخل الحجرة الصفية أو داخل المدرسة أو داخل الحرم المدرسي التعليم الغير رسمي هو أشوف المكتبات العامة المراكز المتحدة قنوات التعليم الأخرى حيحكينا عنها يعني اليوم على سبيل المثال في شخص ما عم يطور نفسه في مجال ما أنا بعرفه هو الزلمة يعني تقريبا من عمري فالزلمة بيروح يروح على شغل الصوح وخلص شغله ويرجع بالليل يفتح على قناة مثلا تابع المن لوزارة وزارة ما فيما يخص مثلا اللغة العربية ويمتابع لك مثلا مسجل عنده علابته ومسجل بما يقارب 150 مقطع 150 مقطع فيديو 150 مقطع فيديو كل فيديو 10 شوف كل مقطع فيديو 15 15 دقيقة 150 ضرب 15 دقيقة 2225 دقيقة 2225 دقيقة إذا كل يوم بدو يحضر ثلاث فيديوات تقسيم ثلاثة حبا إذا بدو كل يوم يحضر ثلاث فيديوات تقسيم خلنا نقول خمسة وأربعين أربعين خمسة وأربعين بدو خمسين يوم خمسين يوم بيختم اللغة العربية من الصفة الأول لحتى البكالوريا بأحدث التقنيات وبأحدث الوسال هو قاعدة البيت خمسين يوم بس إذا حضر كل يوم ثلاث فيديوات ثلاث فيديوات يلي هنه خلينا نتكلم خمسة عشر دقيقة فنحن هو الزلم متابع على هذا الموضوع يعني ما عنده تردد حتى واحد بالمية مع العلم هو مظف الزلم أو يشتغل وشغاله أموره تمام ولكن حبه للغة العربية يخليه يتابع هذا الموضوع فنرجع ونتكلم نحن أخي إن تطور نفسك اليوم مو على سبيل المثال أنا اشتغلت أموري كذا أموري الضبطة أنا توظفت خلص أموري ما أتحرك فيها شيء لا ليش يعني ما أتحرك فيها شيء؟ بالعكس أنت حاول قدر المستطاع إنك تطور شوف فيه شغلت أموري الثبات والتراجع الثبات والتراجع هذا موضوع يعني خاصة لموضوع الشباب إلا أنا ما فيه إنه مثلا أنظر عليكم مثلا إنه فيه شخص مقيم بالخارج وعم ينظر بهذا الكلام وكذا ولكن إحنا نتكلم وأرجع أقول نحاول قدر المستطاع نحاول قدر المستطاع نحاول قدر المستطاع نحاول قدر المستطاع إنك تطور من نفسك كل واحد عنده ظروف كل واحد عنده أهم ما نعرفه وشو أهم وشو ظروف ولكن نحاول نحن قدر المستطاع إنه نطور من أنفسنا نحاول قدر المستطاع إنه نطور من أنفسنا عندك المكتبات العامة حكينا عنها حتى كان المراكز الثقافية انا اتذكر انا او منظمات او التالي من طريق منظمات او فيديوات او الاخر انا اتذكر كان المركز الثقافي اذا يسوي ندوات وما ندوات او الاخر عن طريق الجرائد ممكن تتعلم يعني ما هي الشغلة العظيمة اتنين المهارة الرغمية الاساسية والمتوسطة احنا نتكلمنا من الاساسية مثل النيت وما نيت المتوسطة مثل الايميل المتخد اصعب من هيك فنحن نتكلم عن هذا الموضوع ويجب ان المهارات الاساسية هاي لازم ندققول عليها كرمان نكون على بينة بهذا الموضوع يعني لازم ندققول وليه لانه راح اذا صار عندنا اختبار او ما شابه راح يجي سؤال عن هذا الموضوع راح يجي سؤال عن هذا الموضوع كمان إن شاء الله نحن نأخذ فاصل وبعدين نرجع إن شاء الله